كيف يمكنك معرفة ما إذا كان البنك آمنا؟ تشير الدراسات إلى أن 86.6% من عملاء البنوك لا يمكنهم معرفة ما إذا كان البنك آمناً أم لا؟ ويستمر العملاء في طرح نفس السؤال دائماً ما مدى أماني البنك الذي أتعامل معه؟ هل أموال آمناة في هذا البنك؟ كيف يمكنني معرفة ما إذا كان البنك آمنا؟ كيف أعرف ما إذا كان مصرفي لا يزال آمناً لأموالي؟ ما هو المستوى الأول من رأس المال؟ ما هي نسبة تيكساس؟ ما هي أفضل تقييمات السلامة المصرفية؟ بعد هذه المقالة ستعرف أهم المعايير التي يمكن من خلالها التعرف عما إذا كان البنك آمناً ولكن احترس فقد رأيت العديد من المستثمرين يفقدون أموالهم بسبب الاختيار الخاطئ حيث يعد إداع أموالك مع البنك الخاطئ خطأاً فادحاً وقد يكلفك ثروة فهناك العديد من القرارات الهامة التي يتعين علينا اتخاذها بشكل عام في الحياة مثل قرارنا بشأن مكان العمل أو الزواج ومقدار الأموال التي يجب إنفاقها وكيفية حماية أصولنا ومكان إعداد حساباتنا المصرفية ولكن قبل اختيار الولاية القضائية الخارجية والبنك يرجى قراءة هذا المنشور حتى النهاية كيف تحمي أصولك من الحكومة؟ وضع أصولك المالية في بنك قليل برأس المال ويقع في ولاية قضائية غير مستقرة هو كارثة المالية تتمثل إحدى أهم استراتيجيات حماية الأصول في إخراج جزء كبير من الأموال من نفوذ السلطات في دولتك بسبب نفوذ مكان الإقامة وتنويع استثماراتك جغرافية يعرض الفيديو التالي أكثر البلدان أماناً والتي تكون أكثر ملاءمة بالخدمات المصرفية الخاصة وحماية الأصول إنه فيديو يحتوي على أهم السلطات المصرفية وأهم المراكز المالية ما هي أكثر الدول أماناً للخدمات المصرفية الخاصة؟ تتم إدارة 30% من جميع الحسابات المصرفية لغير المقيمين في العالم في سويسرا فلا يوجد شك أن سويسرا هي الولاية القضائية الأكثر موثقية والأفضل للخدمات المصرفية الخاصة وحماية الأصول الرسم البياني التالي يوضح أهم المراكز المالية الخارجية كيف تتجنب التعرض لإجراءات الكفالة والإنقاذ بالبانك؟ إذا فتحت حسابتك لدى أحد البنوك في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 فسيخضع حسابك لتشريعات الكفالة في حالة حدوث أزمة مالية يمكن للحكومة أن تأخذ أموالك وتعطيك حصصاً في باكيك ذي رأس المال وقد حدث تحول في أموال العميل إلى أسهم البنك الضعيفة في قمبرس قبل بضع سنوات إذا قمت بفتح حساب لدى بنك سويسي فإن موجودتك سوف تقع في ولاية آمنة وموثوقة للغاية دون قواعد الكفالة ليس لدى سويسرا وليختنشتاين قوانين بشأن عمليات الإنقاذ جميع الدول الأخرى في أوروبا لديها قواعد إنقاذ مطبقة بالفعل ما هو أفضل بنك؟ أفضل البنوك لعملائي ليست هي أكبر البنوك وليس أصغرها ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان البنك آمناً أم لا؟ دعنا نوضح لك أنا أقدم عملائي للبنوك السويسرية والتي تكون لا تتعرض لتدول المشتقات لا تتعرض للأنشطة المصرفية الاستثمارية المتعثرة لا تتعرض لأنشطة الإقراض المحفوفة بالمخاطر إذا كنت ترغب في قياس المخاطر المرتبطة بأنشطة الإقراض المحفوفة بالمخاطر يمكنك قياس التعرض مع نسبة التكساس والتي تمثل من قياساً للمشاكل ائتمانية للبنك على أي حال كل البنوك السويسرية التي أعرضها لعملاء لديها مستوى أول من رأس المال من الفئة الأولى لا تقل عن 20% أو أكثر لسوء الحظ لا يمكنني ذكر أسماء البنوك فالبنوك السويسرية لا ترغب في ذكرها إنهم حساسون جداً مع وسائل الإعلام الاجتماعية وقد واجهت بالفعل مشاكل مع بنك قوي للغاية فقد ظهر شعار البنك بطريق الخطأ على صورة الخلفية في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بي وقد أرسل لي البنك رسالة غير سارة من 30 صفحة ولكنني أصبحت حاذراً للغاية الآن وقد أرسل لي البنك رسالة غير سارة من 30 صفحة ولكنني أصبحت حاذراً للغاية الآن وسوف أفسح عن أسماء أفضل البنوك في اجتماعي معك وجهاً لوجه في مكتبي سوف نجد أفضل بنك مصمم خصيصاً لموقفك المحدد الاختيار الصحيح سيغطي احتياجاتك وتوقعاتك قد لا يكون البنك الذي يناسبك هو الخيار الأفضل لشخص آخر يمكن أن يعتمد الاختيار الصحيح للبنك السويسري على العديد من العوامل وعلى الموقف الخاص بالعميل البنوك السويسرية تحب العمل مع الأشخاص التي تثق بهم إنهم يحبون تلقي عملاء من وسطاء محترفين لذلك سوف أعرضك شخصياً على البنك السويسري وسنساعدك على التفاوض بشأن الرسوم الشاملة كل عام لا تقبل الشروط والأحكام القياسية نحن نعرف معايير الصناعة نحن نعرف ما يعني تسعير العادل نحن نعرف كفية التفاوض على التسعير المؤسسي للعملاء من القطاع الخاص إذا كانت المبالغ كبيرة أكبر الأخطاء التي يمكنك التعرض لها والتي ستؤدي إلى خسارة المال سنقضي على أكثر المخاطر شيوعاً حيث يمكن لعملاء البنوك السويسرية خسارة أموالهم وفقاً للمسوحات يفقد العملاء وأموالهم بسبب نصيحة خاطئة أو الإفراط في التسعير بناء على توصيات الخاصة سوف أضمن لك توفير 20% إلى 30% من الرسوم المصرفية ما هو الحد الأدنى لفتح حساب المصرفين السويسري؟ وجود محفظة متنوعة بشكل جيد سوف يخفف من مخاطر الاستثمارات يجب أن يكون الحد الأدنى للرصيد 500 ألف فرانك سويسري مع وجود مبالغ أقل لا يمكنك تنويع استثماراتك كما ينبغي أن تكون كيفية تجنب حالات تضارب المصالح من أجل تجنب حالات تضارب المصالح مع البنك والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمشورة المالية الخاطئة سوف أعرض عليك مدير أصول مستقل وهو الأفضل أداء في فئته ويمكن أن تؤدي سياسة المكافأة الخاطئة لأي بنك إلى تضارب المصالح مع تقديم المشورة المالية الخاطئة المترتبة على ذلك مدير الأصول الخارجي سوف يلغي مثل هذه المخاطر مدير الأصول الخارجي لديه عدد صفقات يمكن إجراؤها مع البنك السويسري من أجل عملائه تعتبر باقة الصفقة أمرا ضروريا للحصول على رسوم مصرفية جذابة استنادا إلى مفاوضات التسعير المؤسسي نظرا لأن تصنيفات الأمان الخاصة بالبنك قد تتغير يقوم بالإشراف على بنوك عملاء كل ثلاثة أشهر وعلى أساس المنتظم سيتلقى موكل رسالة بريد إلكتروني كل ثلاثة أشهر لأبلغه بسلامة البنك إنها عملية مستمرة نقوم بها تحقق من دليل الخدمات المصرفية الخاصة على موقع الويب الخاص بي مع أهم شخصيات في جميع البنوك الخاصة البلغ عددها 115 في سويسرا يعد اختيار البنك المناسب قرارا مهما لأن متوسط مدة الحساب المصرفي السويسري هو 17 عاما لم أفقد عميلا أبدا فهم يتمتعون جميعا براحة البال لأنهم يعرفون تماما أنه لا توجد حماية أفضل للأصول من البنوك السويسرية الموجودة في ولاية أمنة مثل سويسرا إنهم جميعا يتمتعون بالنظام المصرفي المتطور وكفاءة الموظفين متعددين لغات هذه المعلومات التي أوضحها غير متاحة في الجامعات ولا في المكتبات ولا على الإنترنت إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات مثل هذه فيرجى تسجيل الإعجاب والاشتراك في قناتي على يوتيوب الآن كما تمنى منك الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس من خلال القيام بذلك لن يفوتك مقطع فيديو جديد أبدا إذا كان لديك سؤال خاص وسري للغاية فعليك مناقشته معي على هاتفك المحمول الآن فقط اتصل على 0041442124404 أو أرسل لي رسالة بريد إلكتروني على contact at swiss-banking-lawyers.com ليس من المبكر أبدا تنويع أصولك ونقل جزء كبير منها إلى سويسرا لحماية أصولك وثرواتك حيث يجب تنفيذ تدابير حماية الأصول قبل حدوث أي شيء زيء لتقليل المخاطر السياسية والمالية هذه هي الحقيقة تعتبر المخاطر السياسية أكثر خطورة مما تتصور ستوفر لك حماية أموالك من خلال بنك سويسري قوي راحة البال كونثريا وابقاثريا أتمنى لك يوما سعلا اشتركوا في القناة